بيئة وصحة قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة الفام مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بيئة وصحة في حلقتنا لليوم بش نواصلهم عظيفنا رضوين بودن رئيس بلدية القيروين الحديث عن المسائل البيئية والمربوطة أكيد بالصحة والحياة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في مدينة القيروين مرحبا بك سير رضوين شكرا لك على تلبية الدعوة نبدأ ومنينو فينا آخر حلقة الاستحواذ على الأرصفة الانتصاب الفوضوي الكلها مظاهر تسيطر وتنتشر في مدينة القيروين مرشي الحجام مفترق مرينة المقاهي استحوذتها على الطريق العامل المواطن مع الشيالقوين وين يمشي ولا السيارات تلقوين تتحرك كيفاش بش تتعاملوا مع الملف هذي خاصة أنه فما برش لو معليكم تدخلوا ومن بعد ما تعودوش تراقبوا ولا ما تواصلوش المراقبة لدرجة أنه حتى إذا كان فما تجاوب مع إجراءات اتخذتوها ولا تجاوب مع قواعد أصدرتوها بعد الناس تتراجع انتوما وقتها ما تمشيوش وتراقبوا وتقوموا بحملة التفقد أو تعاودوا وتشددوا الرقاب على تجاوزة هذي شكرا على السؤال صحيح الحقيقة ظهر معناها صعبة في القهيروان لا تسر واذا ما تسرنيش يعني بالطبع كرئيس بلدية كمواطن وكرئيس بلدية بطبع خاصة أني المسؤول عليها في المقام الأول الحقيقة اللي قام به المجلس هذي وأنا شخصيا واقتحمت المخاطر لم ما كانش مسبوقا في العمل البلدي في مدينة القهيروان وتذكروا أنتم عملنا المجلس هذي عمل مجهود كبير في إيجاد الفضاءات البديلة اللي عملنا واحد في الحزامية تقريبا وإنه الويد المنصورة والأخر في سيدي عرفة يعني هذه مجهود كبير من المجلس البلدي ثم أموال بذلت في الموضوع هذي ولكن للأسف لم تنجح التجربة لأنه ثم ظوهر مجتمعية لا يمكن مقاومتها بالقوة ثوث كده ظاهرة تمثل خمسة أو عشرة في المياه من المجتمع أو من الحركة الموجودة في البلد يمكن مجابهتها بالقوة والأنتصار عليها كي تبدأ ظاهرة مجتمعية كبيرة وكل ما كان في هذية أو في غيرها وتعفو يصعب المقاومتها وخاصة في وضع ديمقراطي وحركة يمكن فيه الحل مالسي نحن الحقيقة نعاولو ديما نرجعو للوعي المجتمعي فهمتني لأن الظواهر هذه ثم طلب مجتمعي باش نحك نقوله الحقيقة ثم ناس وقت اللي احنا نبدأو نقاوم فيهم هذومه ونصدوا فيهم وقاعدين نجلوا فيهم لكن الأماكن تقاهم مسكر كيس أو مسكر مش حتى الرصيف لو يهبط للمعبد لا يكتفي بالرصيف وكل شيء ثم عبادة بدأت تنتقد فينا مباشرة وخليونا نصب هو لو اتطبق القانون مرة لين تتصور انتي معناه المواصنين العباد ما تلتزمش أصحاب المقاهي البيع خلنا بدأت انتصاب الفوضي ويطنون جول المقاهي في الانتصاب الفوضي ثم اعتقاد خاطئ ووقعت حتى الدراسات واني حتى منذ أسبوعين كنت في نظمة في وزارة معاوذ وزارة التجارة وثم حتى الدراسات أراه هذك اللي تشري فيه في النصبة في الشارع هذيك وتلقاه يظهر لك اللي هو رخيص كي تجي تحسبها الحسبة في الأخر أراه مش تلقاه أغلى منها لحوانت وهم ينتقدوا فينا على استيس وقدوا ينتقدوا فينا مباشرة علش نحونا في نصب وما أرفقنا بنسبة هذيك اللي تشري فيه منصب راو يتكلف أغلى وهذي دراسات مكنتها وبرشة ناس حتى جربتها شنوه يجرب أولا حتى بسيط يشري كيلو من نصبة وبعد يمشي العطار عنده ميمزان مطبوع ويثبت الكيلو مشاقها كيلو وناني تأكد المشاقها ما يفوتش ثمانمائة ثمانمائة هذي من ناحية الكمية الوزن من ناحية الجودة ما فيش لمراقبة لصحية ولا اقتصادية ولا حتى نوع من المراقبة تعرش مجهول المصدر وذي حتى القانون يمنعهم أنا فهمت هذي مسلعة ما سولت المصدر السلعة دي ما موجود من أني خرجت أما تعادت على سوق الجملة وقعت لها مراقبة صحية ومراقبة اقتصادية المشكلة هذي هذي في الوضع متاع المجتمع التونسي كله هذي ظاهرة مش كان القيروين بارك يمكن قيروين النسبة متاعها أكثر بحكم الوضع الفقر وبحكم اللي حكينا فيه في الحلقة الفارتة هو أنه ولكن هذية يزهمها زيادة التوعية الناس لحد من الشراع من الفضائيات هذي وهو يقل بطبيعته ورغم ذلك احنا مشنا مرميناش المنديل وقاعدين نقاوموا فيهم تقريبا يومين ولكن ما لا تظهر للعيان يومين وكان نسيبوها الدنيا وكان نجينا مسيبين ها راو ما عاش تلقى نرجع مثلا للحيسية وشارع المعزم المديس راو تسكر كما كان مسكر في 2017 و2018 قبل من نجي احنا مجهود كبير وقاعة في المقاومة لانتصاب الفوضوي ولكن يزم للناس كلها تضافر مع بعضنا طبعا توم الاعلام والمدرسة والمسجد وكل شي نرجع للنفس المنظومة يزم بدئل للنسيبية بشواش هناك عملنا بدئل بالعباد لم تستجب حتى اللي مشين توقع احنا عملنا أسواق العباد ما مشيت بدئل ترضيها من دقي الأسواق كل كنا مجهود من حيسية ثم موالد الشيري هي هو ساعات يستسل والله هاو قريب من هنا وساعات حتى من السيارة هو راكب في السيارة عنا الحقيقة هذية ظاهرة التونسية هذية الماذا بي لنحببوش نتحركو ماذا بي حتى من السيارة قاعدين مش نارمين المنديل وقاعدين حسب ما تمكننا به الظروف الظروف المادية البشرية اللي أنا متعرفو واذا قلت وإني من الحملة انتخابية تقريبا السؤال الوحيد اللي سألك فيه غضوة كان وليت رئيس بلدية عش مش تعمل في انتصاب الفوضي وإني نعرف خطر عندي تجربة في النيابة الخصوصية السابقة ونعرف الموضوع معاقد وشائك لأنه فيه بالطبع المدينة ولكن ثم فيه الجانب الاجتماعي حتى مبيئي ثم الجانب الاجتماعي وخيوطه كلها مش فيه البلدية الخيوط متاع الموضوع ذاير ومقاومته مش كلها فيه موضوع ما فيه في البلدية ما عندكم المسؤولية الأكبر أنتما في الوجه كل غضوة كذا البلدية تمكن من جهاز تنفيذي خاص بها عنده الصلاحيات عنده الصلاحيات الكافية عنده العدد الكافي عنده تجهيزة الكافية لأنه هذه ما تمكنتش المالة بلدية من جملة النقاص اللي في الوضع معناها نتعال هذه الحكم المحلي اللي ما زال ما تركزش وما زالنا في خطوة خطوة الأولى مش حتى خطوة الأولى معناش تقاليتش تقاليت بخليف أنه ثم الوضع القانوني كله ما زالت من البلدية لم تمكن من وسائل العمل الكافية إحنا غدوة ينقول لهم ديما نقول هي غدوة تمكن البلدية من جهاز تنفيذي خاص بها هي مش لازم ندخله في التفاصيل إحنا وقتها نجمه نحسبه البلدية ولكن طبع هي الخيوط منتع العملية هذه مش في يدها هي وحدها نحن هنا نحاوله بالتنسيق لحقيقة ولو عنا تجاوب معناها كبير مع سيد الولي هنا وهبط معنا هو طبع مدة شهر هو معنا في الميدال وكبار المسؤولين الأمنيين وهبطنا من باب تونس هبطنا من باب تونس من رحبة من غادي من المعتمدية الشمالية المعتمدية القيروان الشمالية هبطنا حتى شارع بيت الحكمة حتى محمد علي عمناها هذيك الكل وحاولنا بشي مقاومة كل شيء معناها آني والسيد الولي والا كبار كبار المسؤولين الأمنيين ولكن قد تبدأ ظاهرة مجتمعية وخاصة متفاقمة يصعب مقاومتها بالقوة ورغم ذلك لم نرمي المنديل وسنه سنه مجدد وما طلب عام مع ذلك ما فهميش تجيب كي تسأل الناس الناس الكلها متقلقة من الانتصاب الفوضى متقلقة ولكن انت مشيت ايش لغادي واني واني اه معناها عشت التجربة انه ثم ناس من اكبر المنتقدين ليه في الولين البلدية يعني في الموضوع ذا ولكن بعد قبضته هو يشير من نصبه هو ينتقد ذا ولكن يشير ماذا بيننا نتعاونه كل لانه القوة واحدة لا تكفيه يزم منظومة كاملة وعي معنا تقصد انت وعي اجتماعي كامل وتكامل في الادوار بش معناه نقضيه على الانتصاب الفوضوي من بين الامور اللي تتطاح زادا في القروين المشكلة المدينة العتيقة العقارات المهملة والمتداعية للسقوط مصدر الحشرات مصدر للتلوث تصير فيها ممارسات مخلة بالبيئة صارت في حوادث نتيجة سقوط بنائت هذه ممكن صارت حوادث بسبب سقوط حوائط او سقوط مشابه معناها على العباد شنوه تخترح البلدية وشنوه ناوية تعمل البلدية بش تحل المشكل هذي والحقيقة هذي مشكل عويس اخره من القرث متاع عقود واحنا في القروان ورثنا قصر كي واحد يورث قصر او دار كبيرة ولكن ما عندوش الامكانيات بش يتعاهدها احنا في نفس الوضعية احنا عنا مدينة عتيقة من اجمل المدن في تونس ويومنا مصنفة وراث عالمي مش اعتباطا صنفتها دي صنفت لانها عندها خصائص وعندها جمالية وعندها رمزية تاريخية وعندها خصائصا الجمالية وراحنا صنفنا بنقاط عالية قليلة اللي مصنف كما مدينة القيروين للأسف انو اه الوضع العام من تاع البلاد نرجع وسمو قاع عزوف ساعة من اهل اهل المدينة بحد ذاتها على السكنة فيها حيث خرج منها العديد اغلب اغلب سكانها خاصة السكان اللي عندهم القدرة المادية بشيصالحوا بشيكموا بسيانا اللي يربي شوية يريش يعمل لها كي ينجز يجي في المدينة العربي خاطر الفيلات ممكنهم اه اه اسهل ولا اطيب للعيش في الوقت في وقت الحاضر هذي دونك وعمرت بالحقيقة زادة اه بالناس اقل امكانيات مادية اه ما عندهمش القدرة بشي الاستصلاح المساكن هذية وخاصة ان البني العتيق مكلف جدا جدا سيانا متاعه صعيبة سيانا متاعه صعيبة هو كان الحقيقة كان ممكن استغلال معناها وضعي تقيروين وتصنيفك اه اه تراث عالمي لاستجلب بعض التمويلات اه 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 للتصليح هذية الحقيقة خدامة وقاش تريد ان يقع على مستواطن احنا كبلدية واني كشخصيا قاعد نحسس في بعض العديد من الاطراف كتواتي في اللقاءات وكل شيء ليه اه اه العمل في الاتجاه هذية وقعت حتى الندوة وقت اللي احنا كنا في النيابة الخصوصية كنت رئيس الدائرة وقعت حتى الندوة عملتها مجموعة من الجمعيات في القيروين حول الوضع القانوني للبناءات هذه هذه البناءات اغلبها اذا كان مشكم جلها ورثة موروثة وموروثة بعدد كبير من الورثة وما تبقاش مخاطب وحيد باش تتعمل معاه معقدة معنى العقدة هذه هي الندوة اللي عملتها بالجمعيات هذه هي كما نذكرها هيك التراث والتنمية والتراث والقانون والحلقة المفقودة اللي هي يزم تمكن السلطة العمومية كأنها بلدية او ولاية او حتى الوزارة الثقافة او وزارة الوحل من معالجة الوضع ذاك كيفاش تنجم هي تقتني هال هال ما انتم ما تتواصلون دور ذاك اي حقا دي من معا نقولتك يعني في العديد من لقاءاتي وكل شي قدتك وقت حتى الندوة هنا جاوية هي هذي كيفاش يزم سن قانون تمكن السلطة العمومية من اقتناء او نزع حتى انتزاع هالدور هدئية ثم من تصليحها لانا موكرفة جدا من تحبلها بعد وثم اعادة استعمالها استعملوها نعود ونعطيوها للعباد تسكن فيها نكريوها استعملوها كدور ضيافة نستعملوها كمتاحف نستعملوها كما وقعها في دمشق وفي غيرها من البلدين نستعملوها كمطاعم تتحول ايضا توليئة صيحية نستهلوها مدينة صيحية هذه الموقع شوذي يزمو يقع على مستوى وطني البلدية تولي قاعدة قاسي فيها انه تقاسي في رفع الضرر على المارة هذه حدودها توليئة المادية وانتوصلها قاعدنا في العيد في علاج المشاكل مسؤوليتنا سلامة المارة حيث متداعي للسقوط احنا مجبورين باش نتدخله في هدايا وهدايا رغم ذلك هدايا يكلفنا رانو كل تدخل كل تدخل في دار متجار هذه المتداعي للسقوط يكلفنا بين 18 ملايين را مشو 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 شوي لانو مش نجيبه مقاول والمقاول مش يدخل بآلات صغيرة الآلات كبيرة ما تنتنجمش تدخل للأزرقة هديك هدايا مكلف جدا ويتكلف على البلدية الحقيقة موسف بالحق موسف فيه وكي نطيحوها القيمة نتيحة ما نش نستغلوا فيها طولي ما تقسودت واني ما صب للفضليات وانحنا قاعدين نقاسوا فيها ان شاء الله هدايا يجي يوم والسلط الجهوية ثم خاصة الوطنية معنا تنتفت للوضع داي هو مش خاص بيقال حتى تونس وصفاق وصفاق سوسوسا هدوم على القل المدن العتيقة الكبيرة في تونس يقاسيه من نفس الاشكال اما القروين خاصة نشوفنا شوفنا مدن اخرى مدن عتيقة في جهة اخرى في مهدية في بلايس في سوسا ماهيش بالاشكاليات الحجم لانه مدينة القيروين العتيقة من اكبر المدن حجم وهو في وضع اقتصادي سيء نعرف اللي في تونس ثم وقع تجارب ناجحة وحتى في سفاقس في المهدية في سوسا ثم تجارب ناجحة ولكن ثم العديد هذية مثلا لنعرفه في سفاقس بعض العديد من المؤسسات الخاصة هي اللي تبنت الموضوع هذية وهي بقامت بالصيانة متاحة ويمكن عندها مردود مدينة المشكلة ما عندناش مؤسسات اقتصادية خاصة كبيرة اللي عندها الامكانيات باش وعندها امكانيات او الرغبة خاصة في التدخل هذية ان شاء الله احنا 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 بحسب امكانياتنا اننا قاعدين نحدوا من الخطر هذية بس واننا قاعدين نتدخلوا باش يتحلل المشكلة هذية الملك البلدي طوى نجيو الملك البلدي عندكم جرد واضح للاملاك متاعكم ذي منيقات اللي هي غامضة في عمل بلدية القيرة وانما عندكم معناها المام بالملك متاعكم فيما يتعلق بالمقاهي والمطاعم والبلايس اللي قاعدين تكريوا فيها ويتسووا فيها المواطنيين اي هو ثم جرد بلدي سبقنا منا مش نحن عملنا ثم جرد بلدي لاملاك الكل ويمكن بعض الاملاك انها متعددة وصغرة الحجم في حدود قديش عندنا اعطينا الارقاء مقدش في حدود 700 عقار تقريبا ولكن كلها معناها دكاكين صغيرة جدا لتتجاوز الزوز او ثلاثة امتار مربعة اغلبها في المدينة العربي وكل متاع الاحباس سابقة وكل شيء هم فيهم نسبة كبيرة غير مستغلة ولكن هم لها تدفع في الكريا وهو كلا زهيد كلا شو ما متخلقوش برشا بيش ادفع الكريا وخليها بسكرة ثم اللي يوصل حتى مداخل سنوية اللي هم الكل كراءاتي كلها في حدود الاربعمية اربعمية وخمسين الف دينار الاربعمية وخمسين مليون معنا مليون اربعمية وفمتني زد هذه مثلا اشكال الحقيقة حبينا نخرج وننشرها هي موجودة في الدمترة موجودة وموثقة قلنا في حكاية النشر لقينا احنا توا معناها جدل وجدال اه فيها معطيات شخصية ندرها مش نخرجوا في معناها عن المحل الفلاني في الموقع الفلاني كاريه فلان الفلاني اه معنا فهمتني ندرها هذي تعتبر ما في تعلق في ما يتعلق بالجند في نشر هال العموم نشر هال العموم على 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 صفحة البلدية ما زال ما استقرش الرأي في النشر خاطر العديد يعتبروا انه اعتداع المعتايات الشخصية للاسحاب المحلات يمكن فا افشاء المعتايات الشخصية وثم الناس يقولك لا هذي ملك عمومي نجم تذكر الموقع والطبيعة النشاة وش كون كاريه هو قداش كاريه تنجم تذكر الموقع وطبيعة النشاة والاقدياش كاريه كما قلت انتي فقط انا شخصيا اعتبر انه هذا ملك عمومي اي قروي معناها ملك اي قروي واي قروي عنده الحق باش يعرف المحل الهداية شكون كارية بقداش مكري والمعلومات الكل احنا طوع في الاشكال الهداية وقاعدين نستشير ندراها المعلومات هذيك نخرجوها المحل الفلاني وقداش مكري وشكون كارية وكل شي ندراها هذي تعتبر معطيات شخصية او لا ثم يمكن يحل معناها مشاكل اخرى انه عدد من المحل اللي هي متشابهة ولكن معلوم الكراه مش كيف كيف شو قول كليش بك اذيك كاريوه بمية وذيك كاريوه بمية وعشرين وثم اشكال اخر خطر اللي كاري سنة مش كما اللي كاري عنده خمسين خمسين ثم اديهم اشكاليات ان شاء الله نهارنا توفقوا في المجلس الى نشرها للعمو ولكن هي موثقة نحن نحن حارسين على معناها استرجاع معينة الكراء معناها وقعدين نقوم بالقضايا دوريا اللي يتلك في الدفع الكراء بتوع قعدين انتبعوا فيه قضائيا الاراضي البلدية زاد لي على ذمة البلدية الاراضي هذه وقع على اعتداء كبير في العقود التلانية وثم عشرات الهكثرات اللي اللي مشيهوا احنا ياخي قامل اللي جينا توقع دين زاد عملين استراتيجية في تسجيلها بتعرف التسجيل زاد مكلف وياخذ برشا وقت ويزموا وراها وراها فريق كامل باش يتبعوا لكن احنا سجلنا قبل الثورة وبعد الثورة صارت احنا قاعدين قاعدين نسجلوا اللي مش مسجل خاصة واللي هو مهدد قبل غيرو اللي عنده قيمة بالطبع شرائية عنده قيمة عقارية مباجلة على غيرو اللي كان قاعدين نحاولوا باش ان ان انسجلوا كامل الاملك اليمية على ذمة البلدية احنا دخلين زادة في حاجات اللي ما تظهرش في العموم العديد من المشاريع اللي تظهرش مثلا كما احكيت التتبع مش التتبع اللي ما يسمى منظومة المعلومة الجغرافية يعطينا منظومة الكترونية غدوة نسجلوا فيها المواقع الكل تمكننا من تسجيل المواقع الكل واللي وعنا حتى تبلد بور قدامنا نعرف المواقع الكل وحالتها وكل شيء اذا يزاد مكلف لخيقة احنا في تعاون مع جامعة البلديات التونسية ومع ممولين خارجيين وبدأينا مشروعة ذاية ولكن اذا يتكلف بمئات الملايين ان شاء الله على سنويات وممكن على مجالس متعاقبة حتى نوصلوا للي باش نسجلوا المدينة لكلها واما ثم خدمة كبيرة اذا ثم ايرادة وثم خطيت واضحة كيد نوصلوا الحاجات كانت تسمح تفهمها العديد يقول للمجلس هدي اش عمل اش عمل اعملنا العديد من الحاجات وخاصة ان احنا للموضوع انتي دي جوانتها وهي فرصة انتي حكيت على الحاجات لعملتها احنا رو ثم عمل داخلي كبير قاعدين لهيكلة البلدية ورفع من قدراتها باش اولا غدوة المواطن يلقى موظف عنده قدراته واحد وتمكنه من ازداء خدمة بمستوى وخاصة في حفظ الممتلكات البلدية وحقوق الكل ممتلكات عينية او غير عينية حاجة من الحاجات المهمة برشة في القروان في اي مدينة اكيد وفي مدينة القروان بما اننا نحكي مع القروان التنوير العمومي فبرشة شوارع يقعدوا معناها بالاشهر من غير انار وفهم موضوع ايضا استبدال فوانيس الشوارع كما حكيت انتي على المشروع شاركة بين القروان بلدية القروان وموولين الخارجين استبدالهم فوانيس اقتصادية مين وصلت جاوبنا على التنوير العمومي حقا اني رافية شوية تقعد اشهر ما تشعلش الاضواء رافية شوية مبالكة ساعة تقعد ايام من نهاية ما تجاوزش اسبوع او اثنين لانه اما العطب عويس شوية في التدخل او لانه احنا مثلا انتو اثنين مخارجين تمون فترة كانت عنا زوز كاميونية تمتع الضو الاثنين في معطوبين بالغالب كموقاتك الاجراء اتمتع التصطيح هم بيرجعوا يخدموا تاخد وقت خاطفة بيروقاتية رجعوا نهار اثنين لغالب احنا مكابلين بها ومعناش فكاك منها يعني رجعوا الكاميونيات تذو انتع الضو ورجعوا نهار لاثنين يخدموا بطبع ثم بعض الاشغال متراكمة على بعضها ان شاء الله في الايام القادمة تنفذها واحنا عنا منظومة من وقت النيابة الخصوصية يعني كنت رئيس دائرة عنا فريق صيانة متاع الاضاءة كل يوم عنا دائرة عنا ستة احنا عنا خمسة دوار على خمسة الايام متاع الاسبوع كل دائرة عندها يوم يمشي يصلح لها فيها العطاب اللي قاعدين يصرحوا بها المواطنين هذا توتينا بعض العطاب الكبيرة اللي تديزمها التدخل الكبير هذي قاعدين نتدخله فيه احنا نسبة الاضاءة في مدينة القيروان فتت التسعين في المئة وان شاء الله طبعنا زوز مشاريع واحدة بمليار وسبعين في المناطق المضافة اللي هي الباطن الخصوصية والمتبسطة وواحد مليار مش قارب يمكن لمليار ونص في المدينة بحيث يكملوا هذوم ان شاء الله في الفين واثنين وعشرين نقاربوا لمية في المية هذي عنده جانب اخر مقابله هو الكلفة المالية لاستهلك الطاقة الكلفة المالية احنا تقارب من عام ما جتناش حقيقة احنا حتى الالفين واسبعطاش قبل ما نخرجوا من نيابة الخصوصية كنا كل عام وعامه نعملوا جلسة سنوية مع استيق مدنا الشيكة متاحة اللي هي مستحقاتنا متاحة احنا نمدو لها الشيكة متاحة اللي هي مقابل استهلكنا هذي وقاع هذي فيما يتعلق فيما يخص الموضوع احنا عنا موضوع كبير بدون ايطانة ختمعش على برشا تحكم في الطاقة احنا دخلين في شراكة مع المنظمات تونسية وكالة الوطنية تحكم في الطاقة ومع الممولين الخارجيين وخاصة هذا اتجاه عالمي في الحد من استهلاك الطاقة في مدينة القايرة احنا هذي بدينا كما لاحظته في تغيير الفوانيس التقليدية بالفوانيس اللي هذي وذي مش يمكننا من معناها اقتصاد على الاقل نصف الاستهلاك هذي ثم في انشاء محطات الفطوضة واقية لتوليد الكهرباء وهذي مش يحددنا اولا من امبعاث الغازات وذي عاوننا على تحسين البيئة وذي مجهود عالمي ثم مش يحددنا خاصة من فطورة استهلاك الطاقة غيب الحديق وذي الاخر سؤال اللي بيش نخدمو به الحديق والمساحات الخضرة عليش معانيش في القرون مسالك صحية عليش معانيش حديق معانيش مساحات خضرة كيما برشا ولاية النجم والعباد معناها تقعد فيها النجم والعباد يتمارس فيها الرياضة وهي من المظاهر الصحية والمظاهر معناها اللي تعاون بيش العباد تحافظ على صحتها متعمل ديفول مو الحقيقة عنا حديق مش معانيش عنا بعض الحديق عنا حتى عدد معناها محترم من الحديق ولكن أغلبها مهملة معناها معانيش إذا مهملة معانيش لا ثم مثلا حديق تقورط بقى حديقة اللي مجانب المقر البلدية عنا حديق في الصحابي معناها محترمة وقاعدين أهل الأحياء قاعدين يحافظوا عليها معناها تمش مشاريع أخرى بصدد إنجاز خمسة خمسة فضاءات حديق واحد أنجزها وإن شاء الله توندشنوه قريبا جدا كنا مبرمجينه في عيد الشجرة ولكن تأجلت لا أجلناها لأنا احتفلنا مع الولاية كعيد وطني وكعيد عيد جهوي للشجرة إن شاء الله توندشنوه في الفترة القادمة القادمة عنا ثاني قريب يحضر فضاء الثاني في المنصورة إن شاء الله في الأيام القادمة يحضر ثم ثالث مبرمج في المنشية رابع في أولاد أولاد منعك ما يقوله في دار لامان هذوم مبرمجين وإن شاء الله يدشونه ثم زارنا مؤخرا زاد سفير الممك رئيس رئيس بلديد فاس رئيس بلديد فاس وشيف حديقة فاس والحالة هيك وعد في الإعانة إحنا بش نهيقها بلديد القيروان وهو بش يعطيها المسحة الجمالية أو طابع الطابعة متاع مدينة فاس نهيقها وإن شاء الله زاد تشهد وماذا بينا المشكلة لإحنا هنا أنه زادا نرجع ماذا بينا اللي نعملولهم حديقة في الحياة بتاعهم هم يعاونونا على الحفاظ عليها وصيانتها لأنه إحنا زادا كان عند وسيلة تسقي وحلا بركة عنا عامين تاو إحنا نجيهدو باش نجمنا هايئنا وسيلة ثانية تول عنا إمكانيات باش نسقيهم وكما لاحظتم العديد تاو من المفترقات من المفترقات أنها استنبتت شيرينا قربة العشر اللي في نبتة متع الزينة قاعدين نسقي ومعنى قاعدين نغرسوا فيها وعننا إمكانية بس تسقينا قبل ما كانش عنا إمكانية تسقينا من نجموش احنا نهضروا المال العام نغرسوا ثم نخليوه يموت شكرا لك يا تيك الصحة رضي مجدن رئيس بلدية القيروين كنظيفنا اليوم في بيئة وصحة ياتيك الصحة على تربيت الدعوة لقوا وإن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع القادم باي باي بيئة وصحة قضايا البيئة وعلاقتها بالصحة في برنامج بيئة وصحة على إذاعة الحياة الفامة